صباح جديد يا جماعة بحضراتكم لأن الألبان طبعا فيها عنصر الكالسيوم مهم جدا ده شيء أساسي للنمو وما فيش أي بيت مصري بيخلو من اللبن بأشكاله المختلفة وبالتالي لابد أن احنا نسعى لتجميع الألبان بشكل صحي وتقديمه للناس بشكل آمن بشكل خالي من الأمراض خالي من الميكروبات وده بيتطلب دعم كبير من الجهات البيطارية المختصة في وزارة الزراعة وأيضا من الناس المسؤولة عن هذا المشروع القومي لأن هناك مشروع قومي على مستوى الجمهورية لتجميع الألبان عبر مراكز ألبان معينة بيكون فيها هذه الرقابة لفحص جودة الألبان طبعا مشروع مهم بيحافظ على جودة اللبن عمزين نعرف التطوير اللي بيحصل في هذا المشروع خاصة في محافظة الأليوبية اللي احنا نتكلم عليها النهاردة واللي فيها حوالي 9 مراكز لتجميع الألبان بعضها حصل على الجودة فكويس جدا في حاجة بتحصل على معايير الجودة عشان نتكلم ايه هي معايير الجودة وازاي ممكن نطبقها وازاي نحصل على كوب لبن آمن وصح وياريت يكون بسعر معقول للمواطنين طبعا وده اللي هنحاول منقشته في هذه الفقرة إن شاء الله بإذن الله كمان هنكون مع حضراتكم النهاردة هنتكلم عن المهرجان الطبول في دورته العشرة ويمكن السلوجن أو العنوان الرئيسي للمهرجان هذا العام هو مهرجان الطبول من أجل السلام وبالتالي هذا المهرجان دي لدورة العشرة عشر سنوات بيقام هذا المهرجان وبيتكلم عن الفلكلور وبيتكلم عن الطراث لكل الحقيقة الدول المشاركة في هذا المهرجان وهيكون عندنا حوار كبير جدا من أهداف هذا المهرجان والدول المشاركة في هذا العام وبالتالي فكرته وأهميته ودور المهرجان في نشر الثقافة والاهتمام بثقافة الآخرين والدول المشاركة المختلفة هيكون إن شاء الله ضفنا في هذه الفقرة الدكتورة سهام إسماعيل مدير التنفيذ لمهرجان الطبول وحنسمع كتير جدا عن هذا المهرجان بإذن الله دي فقراتنا بعد الفصل إن شاء الله نلتقي بحضراتكم وفقرتنا الأولى بكم أهلا بحضراتكم ما فيش أحلى من كوب من اللبن التازك كده الناس تتناولوا صباحا أو في أي وقت خلال اليوم كوب اللبن شيء مهم جدا لكل بيت مصر ما نقدرش نستغنى عنه سواء كبار أو صغار ومن اللبن ده بيصنع كتير جدا من المنتجات اللي اليوم كان نستغنى عنها سواء الزبادي أو الأجبان أو غيرها من المنتجات الأخرى إزاي نطمن جودة هذه الألبان توفرها تجمحها في مكان معين وسهولة الرقابة عليها علشان توصل من غير ميكروبات ومن غير مسببات الأمراض نظيفة وصحية لإيد المستهلك ده بيتم عبر خطوات كتيرة جدا وبتشارك فيه الدولة من خلال وزارة الزراعة ومن خلال المحافظات المختلفة اللي أصبح فيها دلوقتي مراكز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية وبيتم تطويرها حوالي 900 مركز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية إيه هي المبادرة لتطوير هذه المراكز وإزاي بيتم تجميع الألبان وتجهزها لغاية ما توصل لإيدنا حضراتكم وخاصة على مستوى محافظة الأليوبية ده اللي احنا عرفه من خلال فقراتنا النهاردة مع ضفتنا دكتورة أمل لعسيلي مدير مدرية الطب البطري بمحافظة الأليوبية أهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك بحقيقوا الأول على المبادرة الجميلة دي لأنه يعني اللبن لغينا عنه وكلنا بليقوا نفسنا كده إن احنا نبقى مطمنين وإحنا بنشرق كوباية اللبن من كتر الإشعاعات اللي بنسمعها إنه بيتم بخلطه إنه مبقاش دايما آمن ففكرة وجود رقابة وفكرة وجود طبه بيطاري بيرائب على اللبن ده شيء مهم فأهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك البداية عاوزين نتعرف بس على المشروع ككل ويعني كلمين عن مشروع مراكز تجميع الألبان تمام بالنسبة ده مشروع قومي ومبدرة رئاسية بتوجهات من الرئاسة بالفعل الوصول كوبا آمن زي ما سيادتك قلت في النهاية للمستهلك وللمواطن المصري طبعا دوا بيتبقى عبارة عن المشروع القومي ده عبارة عن بروتوكول بين وزارة الزراعة وبين الوزارة الإنتاج الحربي وبين البنك الزراعي اللي هو منبسك من البنك المركزي ليه تقديم المبادرة وقروض ميسرة للمواطنين بحيث إن احنا نبدأ نغير منظومة المنهج نفسه والمنظومة نفسها تتغير من ناحية عشوائية إلى ناحية نظامية كان طبعا الأول مراكز تجميع الألبان الوضع كان عشوائي فطبعا تحويله النهاردة الحمد لله وإن احنا قدرنا نوصل به كمان في مراكز خدت الجودة بمحافظة الألوبية ثلاث مراكز وإن شاء الله المراكز التانية إن شاء الله تنضم برضو هتاخد الجودة إن شاء الله لكن تم ترخصها والوضع بتاعها جيد جدا الحمد لله بنوصل لكوب آمن النظام بيبدأ من عند بداية المزرعة يعني أنا ببدأ من المزرعة حتى وصول المنتج النهائي المنتج سواء كان لبن سواء كان منتجات الألبان بوصل بها إنها تكون أمنة من بداية المزرعة من عند المزرعة فيه اهتمامات من كذا جيها داخل عند المربي نفسه ودي بتوجد علاقة طيبة بين الحكومة وبين المربي لإن إحنا بندي له تعليمات وتوجيهات بنزود له القيمة قيمة مضافة للمكان بتاعه اللبن عنده بتزيد القيمة المضافة بتاعته إن أنا بتابع المشي اللي عنده من ناحية التغذية كمدرية الزراعة بتتابع التغذية بإنها ياخد تغذية جيدة بحيث إن أنا أقدر أوصل به لأكبر إنتاج من اللبن من ناحية الفنية إن أنا أوصل معاه برضو بتحصينات الوقائية بمتابعة مسح للبروسيلا والضرن داخل الألبان ودي مهمة جدا إنها ما توصلش في الآخر للإنسان لإن دي أمراض مشتركة أنا بتبعها من جوة المزرعة وبقضي عليها من البداية فبيبقى ده برضو بيأمنني لوصولكه بأمن في النهاية دين بس نوضح للسد المشاهدين إنه يعني موظم سروتنا الحيوانية مش من المزارع الكبيرة صحيح فده مهم جدا المشروع ده ليه لإنه مرتبط بالمزارعين الصغار أكبر صحيح حضراتكم بتروح المزارعين الصغار وبتحتكوا بيه ومتتصلوا معهم طبعا إحنا أصلا ده شغلنا وإحنا متواصلين معهم إحنا طوال السنة عندنا عملية حملات قومية تحصين يعني إحنا سواء بنحصن حمى كولعية أو جلد عقدي أو تعون مقترات صغيرة أو ودي متصدع طوال السنة إحنا في حملات تحصين ممنهجة يعني أنا عندي كل أربع شهور حمى كولعية كل تسعة شهور جلد عقدي لها نظامية يعني ماشيين عليها وذلك للوصول في النهاية أن أنا أقضي على الأمراض المتوطنة دي ودي خطة استراتيجية الدولة ودعها بحيث أن أنا بعد على مثلا سنة 27 نكون قضينا على البي بي أر سنة على الحمى الكولعية سنة 30 نكون قضينا على البي بي أر وهكذا فالدولة حتى نظام فأنا طبيعي علاقتي بالمربي سواء مربي صغير أو مزارع نظامية كبيرة إحنا في علاقة عارفين أماكنهم عندنا حصر الأماكن بتاعتها في علاقة طيبة بيننا وبين المزارعين بكمان الوحدات البيطرية بتاعتنا الموجودة على مستوى المحافظة دي وحدات علاجية وبتقدم العلاج للمربي والمربي عارف مكانها كمان بنعمل قوافل بيطرية ففي علاقة الحمد لله القوافل البيطرية دي بتيبقى قوافل مجانية هو كمان الجميل أنه يعني حالك قلت أن فيه طبعا وحدات سبتة هما بيعرفوا مكانها وبيقولها الممكن طبعا والتحرك كمان للمزارعين المحاركة ذكرت لأنه فيه ناس فيهم المشاوة تبقى تعبانة مش قادر يروح بيها الوحدة الصحية لو هي بعيدة فأنتم بتروحوا لهم كمان بالتحصينات بالتلج بتاعها يعني بالتبريد التحصينات دي في الأول وفي الآخر هي من بيت لبيت يعني أنا مش بعملها داخل الوحدة هي موجود فيه دكتور داخل الوحدة لو حد راح الوحدة لكن أنا بعملها من بيت لبيت عشان عدم نقل المرض برضو اللي جد بقى بسبب وجودها على المزارعين وعلى الألبان المجمع الوضع كان قبل حديث بيقولي كان عشوائي ما الذي حدث وتحول بقى بشكل نظامي أكتر بقى وجود مراكز تجميع الألبان اللي شايفين بعض من صورها على الشاشة دلوقت آه تمام سيادتك هو طبعا تحولي زي ما أنا قلت من ناحية عشوائية لناحية نظامية فيه متابعة من المزارعة نفسها إن المزارعة تكون مرخصة أو واخد تصريح مزولة نشاط بحيث إن فيه طبيب بيتر يراح شافي التهوية اللي في المكان شافي المكان يسع كم حيوان يعني مش عشان عشان ما يبقاش فيه تكدس ويبقى الحالة الصحية للحيوانات جيدة فيه متابعة من مدرية الزراعة من ناحية التغذية زي ما أنا قلت فيه برضو إن أنا بتابعهم كتحسينات أصبحت العلاقة أكبر يعني أنا بحافظ على الصروة أكتر بقى فيه تركيز على الأماكن دي إحنا فعلا أيمين ومركزين ومرروح الأماكن دي بتزداد مساحة الاهتمام برضو فطبعا أنا بهتم من عند المزارعة فاتغير المزارعة اتغير الاهتمام بعملية الحلب اتغيرت كمان فيه عملية التحسين الوراسي النهاردة فيه سلالات جديدة تم استيرادها على مستوى عالي جدا بتضي فيه الترف في الترف ده يعني فترة الصبح وفترة بالآخر اليوم اللي هو بيتم فيها عملية الحلب بتبدي خمسة من خمسة عشرين تلاتين لتر لبن الحيوانات اللي موجودة عندنا ممكن تبديني من أربعة لخمسة لتر فطبعا فيه عملية تحسين ومراسل زيادة الكمية المنتجة رأسي هو تسعتاشر مكان للتلقيح الاصطناعي النهاردة أنا خمسة وتلاتين وفيه لسه هيجيني كمان سبتاشر مركز تلقيح جديد يعني احنا هنبقى مفيش وحدة بطارية إلا وفيها مركز تلقيح اصطناعي جميل هنا بقى بيتدخل دور مثلا البنك الزراعي أو غير لأن احنا بنستورد الحاجات دي ونبيحها للمزارعين ممكن يبيعوها بالتقسيد بقرود ميسرة ويحصل عملية التلقيح الصناعي دي فيحصل تجويد للسلالة المحلية تبقى سلالة قادرة على إنها انتاجية أكبر وأعلى من اللبن صحيح فده شكل التعاون بقى مع البنك الزراعي في شكل قرود وفي شكل تحسين للمزارعة حتى لو صغيرة فيها ثلاث أو أربع رؤوس لكن برضو يعني هو بيساعدهم في ناحية دي وحضرتكم في ناحية الفنية والطبية صحيح يعني المبادرة مش بس إن أنا زي وصلت كوب آمن لا ده أنا وصلت اهتمام أكتر بالسروة تحسين فيها تحسين في السلالات برضو فتح فرص عمل للشباب الخرجين للمرأة المعيلة للمرب الصغير إن هو يحسن من الأعداد اللي عنده ويرفع مستوى مزرعته يرفع مستوى مركز تجميع الألبان النهاردة إحنا لو إحنا في المزرعة وبدأنا نتحرك باللبن طبعا المنظومة اللي تحطت داخل المزرعة حفزت على أضافة قيمة كبيرة لللبن أضافة قيمة كبيرة للمرأة في السعر اللي هياخده بيه مركز تجميع الألبان لإنه ده غير ما يكون جاي من مكان تاني مش واخد نفس الجودة اللي خرج بها من مزرعة مزرعة واخد أهياجين يعني نسبة الصحية فيها عالية فهيبدأ اللبن بيتحرك بيتحرك في مدة وجيزة بحيث ساعة أو ساعة في الشتاء أو ساعة في الصيف أو ساعتين خلال الشتاء بحيث يوصل للمركز التجميع الألبان في أقصر مدة ولذلك ملاكس تجميع الألبان موجودة بالقرب من مزارع التربية مش موجودة بإيدة جوة القرية نفسها وبالتالي لازم ينقل بطريقة جيدة ويحفظ بطريقة جيدة لغاية ما يوصل للمستهل الخطوات دي بتتم إزاي بقى في مركز التجميع؟ طبعا في مركز التجميع اللبن بمجرد ما بيوصل من المربي وبيوصل في إقصات لبن تم توزيعها برضو من أكتر من مبادرة موجودة من مزارة الزراعة في إستلس ما عادش لألمونيوم ولا بلاستيك لأن الأماكن دي بيبقى فيها أماكن صغور فالصغور دي بيبقى مع الوقت بيتعكون فيها بكتيريا ما بتخرجش فمجرد اللبن اللبن ده بيئة بيئة مهمة جدا للبكتيريا أنها تتكسر وتزيد فإحنا بقينا خلاص المراكز التجميع عندها إصاط من اللبن بيتم نقل اللبن لحد مركز تجميع الألبان في مركز تجميع الألبان طبعا في عندنا في الأليوبية مثلا تسع مراكز منهم تلاتة خدوا الجودة وإن شاء الله البقيين إن شاء الله فيه طبعا تحركات من وزارة الزراعة ومنسك العامل الألبان الدكتور عبد الرشيد غانم النسي عاملة مجهودات كبيرة على مستوى الجمهورية كلها مش عندنا بس في الأليوبية وعلى مستوى المحافظة فيه اهتمام عالي ومعانا متابعات من الصحة ومن التموين من الوحدات المحلية للمتابعة والوصول بيها ومن معاهد بحس صحة الحيوان عشان أوصل داخل المعمل للجودة إحنا نهاردة الرجل بيستقبل منك ببيت اللبن بياخدها يعمل عليها أكتر من تحليل جوه المركز؟ جوه المركز بيكون في بقية مجموعة تحليل مجموعة أجهزة هو بيقس بيها العد البكتيري بيشوف بيها نسبة الدهون جوه الألبان بيشوف بيها حاجة مهمة جدا المضاد الحيوي هل فيه متبقيات من الحيوان داخل اللبن من المضاد الحيوي لازم الحيوان ما يبقاش فيه متبقيات من أي أدوية لأن دي مع استعمالها للاستعمال الأدامي الإنساني ممكن تعمل عنده مناعة ضد المضاد الحيوي ده وتبقى منتغل خطورة على الإنسان فبيتأكد عن طريق الأجهزة أنها خالية من أي متبقيات من الأدوية بيبدأ يستقبلها من برة ما فيش حد مواطن بيدخل جوه المركز عن طريق مواسير المواسير دي بتبدأ يسحب تي تنكات جوه كبيرة من البلاستيك من الاستلس وكل اللي جوه المعدات من الاستلس وبيتجهزها يا إما وزارة الإنتاج الحربي أو المواطن نفسه بأي شكل بس بيبقى عن طريق المتابعة وبينزل عليه لجان علشان تتأكد من سلامة الأجهزة الموجودة طب اللي أفرض أن اللبن ده كان غير صالح لأي سبب بعد التحاليل دي بيترجعوه بقى لصاحبه تاني طبعا صاحبه لو حاجة زي كده لها قيمة ورجعت له هيهتم في المرة الجاية أنه يوصل بيها لأعلى مستوى علشان ما يخسرش الخسار فدي برضو في النهاية بتصب على سلامة المواطن